في الحقيقة كان فيه مطالبات كتير جداً إن إحنا نهتم بمنظومتين أو الدولة أو الحكومة المصرية تهتم بمنظومتين ده يقول لك إيه؟ الصحة والتعليم الصحة والتعليم هل إحنا عندنا كشف حساب لما حدث في منظومة الصحة؟ منظومة التأمين الصح الشامل بتعتبر نقلة نوعية حقيقية وحضارية في تطوير خدمات الرعاية الصحية في عدد كبير جداً من المستشفيات الحكومية المصرية هذه الخطة وهذه المنظومة وفرت مظلة تأمين طبي لكل مواطن مصري عنده رقم قومي اللي الدولة ستتكفل فيها بسادات اشتراكات ورسوم غير القادرين بعد مرور حوالي ثلاث سنين من تطبيق نظام التأمين الصح الشامل أصبح دلوقتي فيه أكثر من خمسة مليون مواطن بيتمتعوا بخدمات المنظومة في محافظات المرحلة الأولى ده غير أنه فيه إجراء 270 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصح الشامل وفقاً لأعلى معدلات والمعايير العالمية وكمان باستخدام أحدث التقنية الطبية منظومة التأمين الصحي الشامل تعتبر نقلة نوعية لتطوير خدمات الرعاية الصحية والارتقاء بكفاءتها وتلبية احتياجات المواطنين بشكل كامل حيث تتحمل الدولة أعباء توفير الخدمة الصحية عن غير القادرين كما أن المستفيدين لهم حرية اختيار مقدمي الخدمات سواء كان القطاع الحكومي أو الخاص ووفقاً للتقرير الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية فإن الدولة تتحمل تكلفة تراوح ما بين 80 مليار إلى 120 مليار جنيه ضمن تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وذلك على ست مراحل بداية من عام 2019 ويتم تحديد قيمة اشتراك المستفيد بناء على الدخل الكلي لرب الأسرة ويقدر بحوالي 6% من قيمة الدخل الكلي إضافة إلى 4% من صاحب العمل سواء كان ممثل في الدولة أو القطاع الخاص وهذا الاشتراك يمثل نحو ثلث التكلفة الإجمالية للمشروع في حالة التطبيق الكلي لنحو 90% من السكان كما يمكن التسجيل ضمن قوائم غير القادرين الذين تتحمل عنهم الدولة قيمة الاشتراكات والمساهمات ليتمتعوا بالتغطية الصحية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة التأمين الصحي الشامل وبعد مرور ثلاث سنوات من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الذي بدأ بمحافظة بورسعيد فقد تم تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بالمحافظات الست للمرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل وأيضاً تم إجراء 270 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي وفقاً لأعلى المعدلات والمعايير العالمية وباستخدام أحدث التقنيات الطبية هذا بالإضافة إلى إجراء أكثر من 2.5 مليون فحص طبي شامل لمنتفعي التأمين الصحي بالمحافظات والذي تم إجراؤه بشكل سنوي لكل منتفع بالمنظومة الجديدة وذلك بهدف المتابعة الدورية والمستمرة والكشف المبكر عن الأمراض ومسبباتها وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين اشتركوا في القناة